أهلا بكم من جديد أثار مشروع قانون المصالحة الإدارية والذي وفق عليه مجلس نواب الشعب التونسي جدلا في الشارع التونسية طيارات المعرضة من جنيبها تقول إن القانون جاء لطبيض الفساد والفاسدين على حد تعبيرها ويمثل انتكاسة قوية للثورة في المقابل يقول المسؤولون المؤيدون لمشروع القانون إنهم يأملون من خلاله في إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم الزميل محمود المجدوب مراسل الجزيرة مباشر يرسل لنا رضود الفعل على القانون من العاصمة التونسية إليك محمود أهلا وسهلا بك زميل العزيز بالطبع مشاهدين الكرام هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه أمس بـ 117 صوتا هذا القانون كان مثيرا للجدل لفترة طويلة من الزمن وجلسة المصادقة أيضا بحد ذاتها كانت جلسة ساخبة وكان فيها الكثير من الاعتراض من عديد من المعارضين والأحزاب المعارضة كما قلت معي هنا في الشارع للحديث عن هذا القانون وابداء الأراء فيه نبدأ مع الدكتور والباحث الهادي الغلوفي أهلا وسهلا بك حدثنا عن تقييمك لهذا القانون ورأيك الخاص به أنا في اعتقادي هذا القانون جاء لوعيد المنظومة القديمة من المسؤولين والوزراء الذين ساهموا في قمع الحريات وفي نهب المال العام في عهد بن علي نحن لسنا مع الانتقام لكننا مع العدالة بمفهوم القضاء أن كل قضية بقضيتها أما أن تعفوا عنهم بمجموعهم ليست كلهم ارتكبوا نفس الأخطاء هناك أخطاء يمكن تجاوزها لكن هناك أناس وزراء كوزير أملك الدولة باع نصف قرطاج هناك مناطق منها أثرية حولها لمناطق السكانية ومنحها للعائلات الترابلسية وغيرهم أنجزوا بها مشاريع السكانية بمليارات الدولارات كيف نعفو عن هؤلاء الأشخاص؟ نحن نؤسس للفساد في دولة الديمقراطية بحيث أي مسؤول وأي وزير يرتكب أخطاء يقول لك سيادة يوم يعفو عني المسألة ليست مسألة أشخاص لكنها منظومة فاسدة جاءت تتورى وكنستهم اليوم يريدون إعادتهم إلى الألوان أنت قلت وزراء والآخرين وليك ما يقول هذا قانون فقط تم يعني يعني يرجع فقط للموظفين وتقليصين الموظفين مديرين عمين باعوا الشركات الحكومية الرابحة في وزارة الصناعة باعت معامل الإسمنت في تونس باعت عدة شركات برخصة راب أنا من قابس باعوا معامل سيمان لمستثم برتغالي بأرخص الأثمان وقبضوا الثمن العمولة في البرتغال هذون مدراء في الوزارة الصناعة هل الوزير يوقع؟ لا المدير هو الذي يوقع باعت عديد المؤسسات التونسية الرابحة وساعمت في سقوطها البلاد وبيعت أراضي في حدائق قرطاج وعطيت كهيبات لبعض الفاسدين الذين يتسطرون اللهم مع الفساد وأنا أقول وحيي أي نائب نهضاوي لم يصوت لهذا القانون وحيي بنائب النهضة الذي استقال اليوم لأنه كان هو واقعيا مع قناعاته هؤلاء المديرين منهم من الذي طردهم من الأعمالهم بعض الإسلاميين وغير الإسلاميين الذي وقع على طرد العديد من الأسادة والمعلمين على توجهاتهم السياسية اليوم يريد أن يرجعه لوزارة التربية لوزارة التربية ماذا يفعلها هؤلاء؟ لا يمكن أن الفساد أن ينتج إلا فسادا وأن نصبح نشرعا الفساد هذا المجلس النواب هل هو أنتقبه الشعب أو أنتقبه للفسدين أنا في اعتقادي هذه الصفقة تمت لأكد رئيس الجمهورية الذي اقترح القانون أنه هو نفسه من المنظومة القديمة والجماعة يمارس عليهم عملية الرعب والخوف أنهم يوقعون لأي قانون يريدون أن يوقع عليه فأنا عندما أشاهد أن هناك مجموعة كبيرة من النواب النهضة لم يصوتوا أو انسعبوا أو غابوا هو ربما لوغز النامير لديهم وأنا أحيي النائب الذي قدم استقالته من كتلة هذه لأنه كان حرا ولم يكن ينقاد لهواة سياسية بالجملة شكرا لك ولازلنا هنا نأخذ الآراء مشاهدين الكرام نأخذ السيد شاكر الشرفي أهلا وسهلا بك سيدلنا بتصريح حول رأيها الخاص في موضوع قانون المصالحة الإدارية أهلا وسهلا أنا وسهلا شكرا على الإستضافة أنا أعتقد أن تونس منذ أربع تنجافي دخلت في مصالحة الثورة لم تنتقم بل مارست العفو وقانون المصالحة يأتي في هذا الإطار أهلا نحن لا نخاف مثلما كان يتحدث الصديق أهلا العزيز الهيد الغيروفي لا نخاف عن ثورة تونس لأنه الحريات جوهر الحريات لازال قائما أهلا والتعددية لازالت قائما أهلا قانون المصالحة وقع تعديله وهو يشمل معتها صنف من الموظفين الذين لم ينتفعوا ولكن طبقوا التعليمات الفوقية طبعا يعني مثلما شمل قانون العدل الانتقالية شمل أناس كانوا جزء من المنظومة القديمة وكانوا يلعطون بالفاسدين والمفسدين شميلهم القانون العدل الانتقالية دعني أسألك أنت قلت أنه شمل بعض من الناس الذين طبقوا تعليمات فوقية هناك من يقول إذن على هذه الطريقة سوف يطبقون تعليمات مرة أخرى في عمليات فساد أخرى وهذا يكون تشجيع على الفساد نحن نعيش مرحلة ما بعد ثورة جاءت لتصلح ما فسودا ولذلك نحن نقاوم الفساد نحن الآن هناك أحزاب هناك مجتمع مدني هناك منظمات وطنية تقاوم الفساد النظام الأسبق عنوانه الفساد الاستبداد مفسدة الاستبداد الدولة المستبدة هي مفسدة مطلقة أما الآن فنحن نعيش حركة إصلاحية متواصلة منذ ثورة 14 جنفي وكان المصالحة يأتي ضمن هذه الحركة الإصلاحية ولذلك نشاهد أن كل الثورات في العالم التي مارست المصالحة ولم تمارس التشفي والانتقام هي التي صمدت ونحن نريد لثورتنا أن تصمد طبعا نحن نحترم رأي المعارضة وبالمناسبة النائب الذي استقال من كتة حركة النهضة هو نائب مستقل داخل حركة النهضة نحترمه وهذا رأي محترم وهذه الحركة في تونس تونس جميلة لأننا نتحرك ضمن مناخ الحرية تونس لا يمكن المنظومة القديمة أن تعود ولن تعود ولكن الثورة مثل ما قال الشيخ راجد مارست العفو ولم تمارس الانتقام شكرا لك نأخذ هنا رأيا أخيرا في الشارع ومعنا هنا نشرف العالمي أهلا وسهلا بك كيف ترى موضوع قانون المصالحة والجدل الذي دار حوله شخصيا القانون المصالحة هو في الحقيقة في الظاهر بين أنه هو قانون ضد الثورة ضد الحماس الثوري لدى التونسيين يعني الملاحظة سواء كان في الواقع الاجتماعي أو بعض الوسائل الإعلام تقول أن الشارع التونسي هو شارع ضد هذا القانون وتقريبا موجة عارمة على كل حال في الأوساط الشعبية في تونس أن هي ضد قانون المصالحة وهي تلعن بين الظفرين تلعن نوابها الذين صوتوا لهذا القانون 117 نايم يصوتون لما يسمى بقانون المصالحة هو في الحقيقة انهزام آخر للثورة وعودة أخرى للساسة القدامة التي صارت على إثر الثورة رجوع حكومة ببعض الوزراء الذين في العادة السابق ثم تصويت المصالحة هذا شخصيا كأعلامي وكناشط في المجتمع المدني وكما قيل هذا الصباح في منظمة أنيق هو يعد نخرا أو آخر دغارات الثورة نسأل الله السميع العليم أن ينجي هذه البلايب إي نعم هو نوع من أنواع الديمقراطية إي نعم هو نوع من نضج الفكري في تونس لكن الثورة لها قوامها والإصلاح له قوامها شكرا لك إذن شاهدنا الكرام هذه كانت بعض الأراء من المثقفين هنا في تونس حول موضوع قانون المصالحة الذي أثار جدلا كبيرا ونعود إلى الدوحة وزميلي العزيز شكرا لك الزميل محمود المجدوب مراسل الجزيرة مباشر كنت معنا من العاصمة التونسية المسائية مستمرة وبعض الفاصل نتابع فقرة إبداع الجمهور وأبرز إبداعاتكم الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ابقوا معنا اشتركوا في القناة